قلب القرد لبابي فاي تجربة فاشلة انتهت بالمأساة في حادثة طبية نادرة وقعت في عام 1984 شهدت جامعة لوماليندا في كاليفورنيا محاولة غير مسبوقة لزرع قلب القرد في جسد طفلة رضيعة انتهت بمأساة قاسية الطفلة التي حملت اسم بابي فاي في محاولات لحماية هوية وديها ولدت في حالة صحية حرجة للغاية حيث كانت مصابة بمتلازمة نقص تنسج القلب الايسر وهو تشوه خلقي قاتل يؤدي الى فقدان او ضعف الجانب الايسر من القلب تلك الحالة النادرة التي كانت تعاني منها الطفلة جعلتها في حاجة ماسة الى عملية جراحية لانقاذ حياتها بعد ايام قليلة من ولادتها اقتنع الاطباء وعلى رأسهم الجراح ليونارد البيلي ودتها باجراء عملية زرع قلب قرد للبقاء على قيد الحياة كانت هذه العملية بمثابة محاولة لتجاوز المستحيل حيث تم استخدام قلب قرد من نوع البابون وهو لا يتجاوز حجم حبة الجوز في محاولة لانقاذ حياة الطفلة سبق لهذه العملية ان اجريت على ثلاثة اشخاص اخرين في سبعينات القرن الماضي لكن جميعهم توفوا بعد ايام قليلة من العملية مما جعل الجميع يتسائل عن فرص نجاح هذه التجربة ورغم هذه النتائج السلبية الا ان بيلي كان يعتقد ان جسم الرضيع بسبب ضعف جهاز المناعة لديها سيكون اكثر قدرة على قبول الانسجة الحيوانية مقارنة بجسم الانسان البالغ في السادس والعشرين من اكتوبر من عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين اجرى بيلي اول عملية الزرع قلب من قرد الى انسان في العالم وكان قلب قرد البابون قد تم زرعه في جسم الطفلة بي بي فاي التي كانت تبلغ من العمر اربعة عشر يوما فقط بعد ان تم استبدال قلبها المعيب وبعد العملية مباشرة نجت الطفلة من خطر الوفاة وبدأت الصحف والاعلام يتابعون حالتها عن كثب لكن مع مرور الايام بدأ جسد الطفلة يرفض القلب الغريب في البداية كان التحدي الابرز هو التصدي لرفض الانسجة من قبل الجهاز المناعي ما دفع الاطباء الى زيادة جرعات الادوية المثبتة للمناعة لكن مع تلك الزيادة ظهرت اثار جانبية خطيرة حيث اصاب الفشل الكلوي جسد الطفلة وامام هذا الوضع اظهرت الطفلة رغم قلة عمرها صراعا شديدا من اجل البقاء ولكن مع مرور الوقت ظهرت علامات فشل القلب بشكل سريع حيث رفض الجسم تماما القلب المزروع وهو ما ادى الى تفاقم حالتها الصحية بشكل لا يمكن تصوره في الخامس عشر من نوفمبر من نفس العام توفيت بي بي فاي بعد ان عاشت لمدة عشرين يوما فقط عقب العملية كانت هذه التجربة الطبية احدى المحاولات الاكثر اثارة للجدل في التاريخ الطبي وارتبطت بمخاطر وتحديات جسيمة في مجال زرع الاعضاء ورغم وفاتها المبكرة فان قصة الطفلة بي بي فاي تظل تذكارا عن محاولات العلم الحثيثة لفهم حدود الطب وتحدياته